لازم نستشير المتخصصين بقى لو الكذب وصل لمرحلة متقدمة غير قابل للسيطرة يعني في حاجة اسمعها أنا بسميها إدمان الكذب ساعات إدمان الكذب بيخلي الواحد يكذب بدون أن يدري يعني يكذب لدرجة أنه ساعات بيكذب كذب أنا بسميه كذب المكعب يعني يكذب فيكذب فيكذب وده مقتضى الحديث كده يعني من إدمانه للكذب يكذب فييجي في الكذب يروح يكذب فييجي في الكذبة التانية يكذب فيبقى القصة كلها أكذيب فأنت عشان توصل للحقيقة تحس أن أنت دخت فإن لحاصل فبعض الأحيين دي الواحد ما بيعرفش حلها ما قل لوحده فالكذب فيه إدمان زي إدمان المخدرات بالضبط فقد نحتاج فيه إلى علاج وإلى تقويم وإلى تعديل سلوكي تعديل مفاهيم فيبقى نحتاج علاج معرفي سلوكي ساعة ما نحتاج العلاج المعرفي السلوكي ده يخحللنا أشياء كثيرة جدا جدا كمان إحنا محتاجين في الخطوات اللي إحنا بنعملها كمان إن إحنا بشكل واضح لا نتمادى في سماع الدراما ولا نتمادى في التعامل مع الدراما يعني أول ما يتعامل يتعامل بدراما لا نبدي اهتمام يعني لما ييجي يقلب بقى ويطلع على المسرح ويعيط لا نبدي اهتمام وفي نفس الوقت لا نمارس الاحتقار يعني ما احتقرهوش فيحس بأن الدراما دي ملهاش فايدة يعني لما ييجي بقى يبتدي يهول يبتسام عادية زي أي حاجة بسمعها في الراديو أو أي حاجة أنا مش مهتمة بيها فما سمعش الكلام ده لكن في نفس الوقت بقولوش أيوة أيوة أقولي الكلام اللي انت بتقوله ده لا ما تعملش كده هذه بتخلي المسائل هو على طول هيروح سايب الموضوع ويروح ماسك في هذه السخرية ويبقى المسائلة ان انت ما بتحترموش فلا مش هنعمل كده فمهم جدا جدا اننا اتجاوز ما اسمع اخر حاجة لازم نعملها ببساطة خالص هذا الشخص اللي هو الدرامي ده في كتير من الأحيين والله بيبقى مسكين محتاج ان الزوجة تطبطب عليه لانه هو دوتا اللي عاشه حياته هو طول الوقت بيهرب وطول الوقت بيعمل كده عشان يقدر ينجو من الشبح اللي هو في دماغه ده والسؤورة السوداء اللي عنده فهو بيكذب في كتير من الأحيين لانه شاف الكذب بيحميه احنا عايزين نحسسه بيحسسه بان احنا بنقبله من غير كذب يعني لو هو نروح للموضوع اللي هو كذب فيه ونقول له والله لو كنت قلت لنا كده احنا ما كانش هيبقى عندنا مشكلة وفعلا لما يجي المرة الجاية ويتكلم من غير كذب نقبله حتى لو اخطأ مرة في مرة في مرة في مرة مع ذهابه المتخصصين هيتعالج الكذب ده عنده ويحس ان الناس بتتقبلوا بتتقبلوا لذاته لان كتير من اللي بيعيشوا الدراما دول عايزين يلفتوا النظر اليهم وعايزين الناس تتقبلهم لان هم بيعانوا في كتير من الأحيين من الرفض احنا لو عملنا كده فاحنا متعامل بشيء من التوازن الكبير جدا 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 مع شيء انا بعترف ان هو صعب ان هو يتحمل على الناس اللي مش مدربين وعشان كده احنا عملنا الحلقة دي لان هو امر صعب جدا 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 على الشخص اللي ما يعرفش وما يقدرش يتعامل معاه الانسان اللي هيتعامل مع شخص درامي وهو مثلا شخص بيرفكشنست ساعي الى المثالية او شخص زي ما بيقول كده دغري هيتعب جدا ويحس ان هو للأسف يعني بيتعامل مع شخص اقل ما يقال فيه ان هو انسان انا آسف يعني انسان بسبب الكتب اصبح انسان وضيع لا احنا عايزين نركز ونكون مساعدين للناس ونخرج احسن ما في الناس لما ندفع باللتيه احسن لو عملنا كده نكون بنتعامل بالتزان مع احبابنا اللهم وان كان عندهم صفة صحيح مؤزية لكن في الآخر احنا نستطيع ان احنا نساعدهم انهم يخرجوا احسن ما فيهم ويخرجوا من هذه الصفة حتى ولا كانت هذه الصفة تم ادمنها يالله نتؤكد على الله ونساعد احبابنا انهم يخرجوا من هذه الحالة يا رب العالمين نسألك مددك نسألك مددك على الدوام ونسألك فتحك على الدوام ونسألك نشرتك على الدوام ان تنصرنا على انفسنا وان تجعلنا من عبادك الذين يكونون عونا لأحبابهم على ان يظهر فيهم حسنك يا رب العالمين اللهم جمل اخلاقنا بجميل نظرك الينا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين